القناة الثانية تشانيل التحكم في الالوان او قناة البلتة اللونية كانت تستخدم قديما حتى ظهور الويندوز 98 وانتهاء الويندوز 95 حيث كانت تعتمد على استخدام الصور تحت العمق اللوني 8 بت لنفهم سويا معنى العمق اللوني يقصد بالعمق اللوني للصورة عدد الالوان المكونة للصورة عدد الالوان المكونة للصورة تحت العمق اللوني 8 بت هو 256 لون اما تحت العمق اللوني 16 بت هو 16 ألف 16 ألف لون تقريبا اما الصورة تحت العمق اللوني 24 بت فيقصد بها احتواء الصورة على 16.8 من 10 مليون لون تقريبا اما الصورة تحت العمق اللوني 32 بت فيقصد بها احتواء الصورة على 16.8 من 10 مليون لون زائد القنوات الخاصة بالمؤسرات الخاصة بالصور او الالفا تشانل 2 بت ولذلك فهي تحتوي على لونين فقط اما هذه الصورة تحت العمق اللوني 4 بت اما هذه الصورة فهي تحت العمق اللوني 8 بت وهذه الصورة تحت العمق اللوني 16 بت اما هذه الصورة فهي تحت العمق اللوني 24 بت وهذه الصورة تحت العمق اللوني 32 بت ولنضع بالاعتبار انه لتظهر لتظهر الصورة الحقيقية للعمق اللوني 32 بيت هو أن تعمل الشاشة تحت العمق اللوني 32 بيت كما هو مبين واضح طبعا أن الفروق بين الصور تتجه إلى الأجود كلما اتجهنا إلى ارتفاع العمق اللوني أيضا يصاحب ارتفاع العمق اللوني زيادة في مساحة حجم التخزين للصورة أو للعضو فكلما تضاعف العمق اللوني كلما تضاعف حجم الصورة تماما